دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طمئن المواطن على الأوضاع الاقتصادية وقال الحمد لله الأوضاع الاقتصادية مستقرة واستوعبنا تماما الهزات الاقتصادية اللي حدثت على مدار الأسبوع كلام الدكتور مدبولي كان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة الاجتماع كان كاشف خصوصا اتكلم عن الناس اللي استفادت من تجارة السوق السوداء أو السوق الموازية خلينا نشوف رئيس الوزراء الايه وعايز اقولها هنا وبوضح للمواطن المصري في ناس وقت الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا كنا فيها وهي تجارة السوداء أو الموازية استفادوا بأرباح كبيرة جدا وهذه الشبكات من مصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن ان نرجع تاني للأسف في نفس المشهد فحنلاقي نفسنا الحروب النفسية وحروب الإشعاعات والحقودة والدولار ومش الدولار وكل الكلام ده وانا بأكد مرة أخرى الحمد لله الوضع مستقر تماما الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وبتطلع وموجودة وما فيش أي حد طلب أي مبالغ علشان مستلزمات إنتاج وعلشان الاحتياجات للدولة ووقفت خالص ولا تأخرت ولا أي حاجة كل شيء بيتلبى وما فيش أي مشاكل فيه وبالتالي احنا الحمد لله ما عندناش أي مشكلة أعتقد كلكم تابعتوا الأرقام الاحتياط الأجنبي من العملة زاد مية وخمسة مليون دولار بقينا ستة واربعين ونص مليار دولار أرقام تحويلات المصريين في الخارج الحمد لله هذا الشهر يعني بالمقارنة بنفس الشهر من السنة اللي فاتت زايد أكتر من ستة وستين في المية من الأرقام يعني أنا بس بدي حضراتكم يعني الحمد لله الموارد من العملة الأجنبية موجودة عندنا الرؤية بتاعتنا تنصيق كامل كل يوم مع سيد محافظة بنك المركزي للإتمئنان على الأوضاع والأوضاع مستقرة أنا بس بحابب أن أأكد هذه الرسالة لأن طول الوقت وبع هذه الأزمات هنفاجأ بإشاعات كتيرة تطلع وكلام يتقال كل هدف وأرجو أنكم تبقوا أخدين بالكم هناك شبكات من المصالح الشخصية اللي من مصطحتها أن ده يحصل عشان نستفيد ونكسب أنا بتكلم عليهم بعيدا عن مصطحة البلد فلازم نبقى أخدين بالنا كمواطنين ونبقى عارفين هذا الموضوع وما ننجرفش وراء هذه النوعية من الإشاعات وعشان كده احنا بنبقى حرسين أن احنا نطلع كل أسبوع عشان نوضح هذا الكلام لحضراتكم ولكل المواطنين ونؤكد هذا الموضوع